بالتزامني مع اقترب شهر رمضان الفضيل تتواصل عملية فتح الأسواق الجوارية التضامنية تحت شعار من المنتج إلى المستهلك قربنا المنتج من المستهلك ونحينا كل الوسائط اليوم عندنا برمجة أكثر من 600 سوق على المستوى الوطني فتحت منها اليوم حوالي 400 سوق والعملية مستمرة تفتح كلها إن شاء الله قبر شهر رمضان المبارك الهدف من هذه العملية هي أسواق جوارية حبينا نقرب المنتج من المستهلك مباشرة باش نقص الوسائط أمال كبيرة يعلقها المواطنون على هذه الأسواق لكسر ارتفاع الأسعار وكبح جشع المضاربين والوسطاء وليس هناك سازنا الحباسي مواشر على برق وشق رحمة فيها رحمة شوية ولاة الجمهورية وقفون على إنجاح هذه العملية عبر التراب الوطني بالإضافة إلى أعوان الرقابة الذين سيكونون في خرجات دورية لضبط الأسعار في الأسواق وضمان تمويلها بالمواد الاستهلاكية هي لازم متابعة والمرافقة ونحن في تكامل مع الزملات على مديرات التجارة من أجل مراقبة وخاصة فيما يخص الأسعار نحن قمنا بعملية استباقية في مخص الارتفاعات الغير مبررة لأسعار قمنا بعملية مراقبة لجميع المتعاملين في مجال خاصة للمواد الاستهلاكية بأن تتصدي لكل ارتفاع غير مبرر مقاربة تشاركية وتشاورية بين القطاعات المعنية لمتابعة تموين السوق وضبط الأسعار في المواد الأكثر طلبا لتفادي أي اختلالات خلال الشهر الفضيل اشتركوا في القناة